من طرابلس ينضم إليه مجددا مراسلنا وسام دعاسي وسام آخر تحديث لأرقام أو عداد الضحايا النتجة عن الإعصار دانيال تقول أن الرقم ارتفع إلى 10300 ضحية على الأقل ضعنا في التفاصيل بالفعل زاهر الواضح أن من خلال كل المؤشرات الميدانية والمعطيات التي تنقلها أجهزة الإغاثة والتوارئ تشي أو تؤكد بأن أعداد القتلى ربما تضاعفت من 5000 إلى 10000 لسببين رئيسيين زاهر لأن الأمل في الوصول إلى النجيل بدأ يتضاءل بشكل كبير لم يتم الإنقاذ إلا 500 فقط من أصل أكثر من 10 ألاف مفقود في مدينة درنة شرقي ليبيا ثم أن أعداد القتلى والجثث في تزايد مستمر مع تواصل عمليات انتشال الضحايا بشكل متواصل بعد تقريبا ستة أيام على أعصار دانيال بالتالي الواضح أن الأرقام في تزايد مستمر وربما أعداد القتلى قد تضاعفت إلى أكثر من 10 ألاف باعتبار أن النجينة عددهم يقدر فقط بالمئات لكن في المقابل ميدنيا عناصر الأنقاذ والإغاثة سواء المحلية أو الدولية التي قدمت لتعزيز جهود السلطات المحلية في مدينة درنة تسارع الزمن تسارع الوقت للوصول إلى أكثر ما يمكن من النجين إن كانوا هناك نجين خاصة في المناطق التي دمرت بشكل شبه كامل مثل الوردية مثل الجبيلة وغيرها من المناطق الأخرى مثل شارع الصحابة جهود الأنقاذ تحاول فتح ممرات أو فتحت ممرات جديدة بعد انهيار الطرقات وانهيار الجسور والتي حالت في البداية دون الوصول إلى العالقين والتواصل معهم خاصة بعد تعطل شبكة الكهرباء في مدينة درنة وبالتالي جهود الأنقاذ ما تزالوا متواصلة على الأقل لمحاولة الوصول إلى بعض النجين خاصة بعد أنقاذ المئات منهم بينهم أطفال بينهم رضع وكانوا قد نقلوا شهادات وروايات صادمة ومأساوية عن الفيضانات والبدايات الأولى لتلك اللحظات قالوا أن الأمواج وصلت إلى عشرة أمتار وقد جرفت المياه تقريبا منازل بأكملها بعض النجينة هم فقط أفراد من عائلات بأكملها راحت ضحية هذه الفيضانات المروعة التي خلفت دمارا شاملا قالوا أن الموت كانت تحصد المئات من الأرواح أمام أعينهم والبعض من من نجوا كانوا قد اضطروا للصعود إلى أعلى المنازل وأعلى الأسطح وأعلى الشقاق والبقاء والمكوث تقريبا لأيام أكثر من خمسة أيام إلى حين قدوم فرق الإغاثة وفرق التوارئ لأنقاذهم وإخراجهم من ركام ومن الأنقاذ ومن تلك البنايات المنهارة تقريبا مدينة درنة ربع مساحة المدينة صارت أمحيت تباما واختفت واستوت تقريبا مع سطح الأرض وباتت المدينة بأكملها غير صالحة للعيش بحسب منظمات إنسانية وبحسب السلطات الرسمية هناك جهود الأنقاذ متزالوا متواصلة داخل المدينة لكن في أطرافها ركزت سواء السلطات المحلية أو بعض الدول الأجنبية التي أرسلت مساعدات لتركيز مستشفيات ميدانية خاصة بعد انهيار القطاع الصحي في مدينة درنة التي كانت تضم ثلاثة مستشفيات في درنة ومستشفى شيحة لكن من بين ثلاثة مستشفيات فقط هو مستشفى وحيد كان يشتغل بشكل عادي ومع حصول تلك الكارثة انهار وفقد القطاع الصحي في تلك المدينة والمناطق المحاذية لها فقد السيطرة تماما في ذل تزايد أعداد الألاف من الجرحة والمتضررين من تلك الفيضانات وبالتالي فقد القطاع الصحي السيطرة على مثل هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة بالتالي المساعدات الإنسانية التي قدمت بشكل كبير إلى مدينة درنة سواء من هنا من انترابلوس من بنغازي من مصراتة من كافة المناطق تقريبا في هبة تضامنية جماعية من كافة المناطق الليبية لمساعدة الأهالي والمواطنين في مدينة درنة التي نزح منها تقريبا أكثر من 36 ألف شخص إلى مناطق مجاورة سواء أقل تضررا أو مناطق خريبة من تبرق وغيرها من المناطق الأخرى خاصة هناك قرى ومدن أخرى إلى جانب تبرق إلى جانب مدينة درنة تعاني أو تضررت هي الأخرى بشكل شبه كامل من تلك الفيضانات مثل شحات مثل البيضة مثل سوسة هذه المناطق تعد أقل تضررا من مدينة درنة لكنها هي الأهية الأخرى لم تسلم من تلك الفيضانات التي عصفت بها وببعض العائلات فيها هي كذلك تسجل المئات من القتلى في تلك المدن تقريبا السلطات المحلية أخلت مدينة درنة تماما من السكان وطلبت منهم مغادرة المدينة للسماح لفرق الأنقاذ بالتواجد والعمل بشكل أليحية وتجنبا لبعض المخاطر خاصة في ذل تحلل بعض الجثث أو عشرات الجثث في الماء بعد أن جرفها وقذفها البحر على شطيئه وبالتالي تحللت في الماء ما يعني أنها تشكل خطورة بحسب منظمات إنسانية وخبراء في الصحة وفي الأوبئة يحذرون من إمكانية تطورها وتأثيرها على القطاع البيئي ويمكن أن تظهر أوبئة وأمراض جراء هذه الجثث المتحللة وسط تحذيرات أخرى من الصليب الأحمر من تنقل أو انتقال مخلفات الحرب القابلة للانفجار إلى مناطق أخرى في درنة وبالتالي قد تشكل ذلك خطورة إضافية بالنسبة لفرق الأنقاذ وتعقد الجهود أكثر في عملية سواء انتشال الجثث أو الوصول إلى الناجينة في مدينة درنة نعم كيف ينظر الشارع الليبي ويسام لهذه التقارير التي توالت في الواقع خلال اليومين الماضيين والتي تتهم المسؤولين الليبيين من الحكومتين المنقسمتين في الواقع بالتقصير تجاه عمليات الصيانة صيانة البنى التحتية والسدود والتي فاقمت بشكل كبير جدا من أثار الإعصار كما بات معروفا ومن عدد الضحايا طبعا نعم زاهر الشارع الليبي ما زال على وقع الصدمة هناك حالة من الحزن والأساء على خلفية هذه الفيذانات التي عصفت بمدينة بأكملها توجد فيها أكثر من مئة ألف ساكن تقريبا ربع هذه المدينة اختفى بشكل تام وبالتالي هناك حالة من الحزن والتضامن الواسع من كافة المدن الليبية سواء هنا في ترابلس أو في الشرق وتناسوا ربما الخلافات السياسية والانقسامات السياسية التي يقولون أنها ساهمت في تعقيد هذه الكارثة يقولون أنه كان من الممكن تفادي هذه الكارثة لو لا تمت سيانة السدود وتطوير البنية التحتية في مدينة درنة لتم تجنب تلك الكارثة الكبرى في مدينة درنة والاكتفى فقط ببضع العشرات من القتلى جراء الأعصار ويحملون المسئولية لبعض السلطات هناك بالتقصير في التعاطي مع هذه الأزمة ومع هذا الأعصار منذ البداية يقولون أنه كان من الممكن ربما ترأى الطلب من الأهالي والمواطنين في مدينة درنة بإخلاء المدينة تجنبا للأعصار ويقولون أن الأعصار لم يكن قاسيا على مدينة درنة بقدر قساوة انفجار وانهيار السدين والانهيار هذا ساهم في تعقيد الأزمة أكثر وساهم في السقوط الألاف من الأرواح بالتالي هم ينظرون إلى مدينة درنة على أنها دفعت تكلفة الأنقسامات السياسية وهي يقولون أنها نتيجة طبيعية لسنوات ميناء الحرب وسنوات ميناء الأنقسام والأهمال للبنية التحتية والنظر إلى المسائل الاجتماعية والمسائل التنووية في تلك المناطق التي تعانيه أصلا من تهميش وفقا وفق تعبيرها لكن على الجانب الرسمي حكومة الوحدة الوطنية دعت المدعي العام إلى فتح تحقيق في ملابسات هذه الفيضانات التي رحى ضحيتها الألاف من الأشخاص وتقول أو ربما هي تفسر ذلك بوجود بعض التقسير والأهمال في طريقة التعاطي مع هذه الفيضانات وهذا الأعصار أعصار دانيال الذي أدى إلى حصول كارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة وبالتالي هناك ربما بعض التماهي مع ما هو شعبي وما هو رسمي بالذهاب إلى وجود ربما تقسيرا ما في هذه الأزمة التي أدت إلى ما هو عليه إلى سقوط الألاف ويحملون المسؤولية للسلطات في مدينة الشرق على هذه الكارثة الإنسانية شكرا جزيلا لك ويسام دعاسي من طرابلس